انا اعمل مضيف جوي باحدى شركات الطيران في الامارات منذ فترة وهذه الشركة جميع طيارتها تقدم الخمور وبالرغم من ذلك منذ ان اعملت معهم دائما احاول البعد عن تقديم الخمور فما هو رأي الشرع في رزقي هذا هل هو حلال ام حرام وان كان حراما ماذا افعل في مالي الذي ادخرته على مداري خمس سنوات يعني الاصل في الانسان المسلم ان يبتعد عن تقديم كل ما حرمه الله نعم يعني خمر لعنى فيها الاسلام عشرة كما قال صلى الله عليه وسلم عصرة معتصرها وحاملة والمحمولة اليه وبائعها ومشتريها الى اخر يعني هذا الام ونهى صامل الجلوس على مائدة تضار عليها كؤوس الخمر نعم لهذه اذلة بينا واضحة خمر محرمة شرعا بيقيمة فيش فيها خلاف لكن الاصل في عمل المضيف انه يعمل في الحلال اي يعني المضيف عمل ايه على الطيارة يقدم الاكل يقدم الشرب يقدم يساعد يبين اه اه علامات الامان والربط الحزام والتفاصيل دي كاملة اه ترتيب الناس في المقاعد كل دي اعمال ايه فقط الشيء المحرم اعمال خدمية يعني اعمال خدمية نعم مش كل اعمال الضيافة فيها المحرم تمام ما عضيها طيب اذا انا مقبر في هذه الحالة ما عنديش غيرها لازالة انما اننا بقدم الخمر دي لمشرك وايضا هذا مش مقبول يعني لكن في النهاية بالنسبة للكافر بالنسبة له حلال يعني مش حلال يعني بالنسبة له ديانتو متحرمهاش لكن دينا بيحرمها يعني هنا في هذه الحالة الاولى بي ان ابحث عن عمل اخر لحد لما الاقي عمل اخر انا في وظيفتي الاقي شركة طيران تانية تمكنني او اسعى المديرين في اني يبعدني عن خدمة تقديم الخمور تمام بخلي نفسي بقدم الاكل ايه سعى بتيبقى على مراحل وناس تاني بتيقى وراك مضيف تاني اللي بيقدم اللي يتشير بواتل الشروع احاول يعني اقسم مع زميل يا جماعة العمل انا اعمل هشل شغلكم في الاكل كله وانت شغلكم شغلكم في الايه في المشروب المشروب اللي فيها خمر والحاجة دي ايه الى نية هذا الامر يظل على نية السعي في انه يغير الوظيفة في طيران معلوش خمور والسعي لانه هو يحسن وضعه في المكان انه يبتعد عن خدمة تقديم الخمور لانه زلاء في الطائرة يعني طيب ماذا يفعل بقى في مال اضخاره على ماله بهذه النية دلما يكون عنده عمل اخر وغيره فالمال جائس شرع نعم تمام لانه بياخد اجرع الخدمة مش على الشرب ايه تمام وشغال واحد بيسق خمرة بالشغلته الاصلية دي ايه ولا ده المطلوب منه وده شيء طارق عارض يعني طيب جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة